فجأة وجد بعض سكان منطقة نزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة وجدوا أنفسهم في العراء لأن الدولة المصرية قررت تطوير المنطقة ضمن مخطط القاهرة 2050 لربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصري الكبير دون حوار مجتمعي على حد قول السكان الأزمة انتقلت إلى ساحة القضاء لبيان مدى قانونية نزع ملكية عقارات المنطقة في إطار المنفعة العامة لا أحد ضد تطوير هذا ما يقوله سكان المنطقة لكن المشكلة في عدم وجود شفافية والإعلان الصريح عن الخطوات التي من المفترض أن تتخذها الدولة لتعويض سكان المدارين من هنا جاء الصدام بالتظاهر ورفض قرارات الإزالة وهو ما ترتب عليه القبض على ستة من أهالي المنطقة المتاخمة للأهرامات بتهم التظاهر والبلطجة في سبتمبر الماضي ليفرج عنهم لاحقا في هذه الفقرة أناقش هذه الأزمة مع صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق ومحي خطاب وهو محامي عن أهالي نزلة السمان وأيضا من سكانها أهلا بك معنا أستاذ صبري وأيضا أرحب بأستاذ محي خطاب أهلا بك معنا أبدأ معك أستاذ محي يعني بإجاز كيف هو الوضع الآن الوضع الآن في نزلة السمان وضع ملبت بالغيوم وملبت بانعدام الشرففية والاضطرابات أو التضارب ما بين التصريحات الحكومية والقرارات الحكومية الغير معروفة والغير محددة وغير صدرة كلها كلام شرفوي مما اضطر معه بعض من أهالي نزلة السمان لرفع دعوة أمام مجلس الدولة لإزالة هذا اللبس وإزالة هذه الغيوم والكشف عن المخططات أو المخطط لتطويل المنطقة ومصير بيوتهم عامل إزاي هو ده ملخص الوضع لكن إحنا لغاية دلوقتي مش معروف بالزبط إيه المخطط ما فيش شرفية ما فيش تواصل ما فيش لقاء جماهيري طيب أنت تحدثت أستر محي تحدثت عن تناقضات ما هي أبرز هذه التناقضات بالنسبة لكم التناقضات بدأت من 2014 حيث التقائنا بأربع وزراء من حكومة دكتور محلب وكل وزارة تحدثت في ملف متعارض مع الوزارة الأخرى يعني وزارة السياحة قالت أنها تنتوي أن تبني منتجات سياحية وفنادق وزارة الأسار قالت أن بعض الأماكن يوجد بعدها تحتها أسار وزارة تطويل العشوائيات قالت أنها ستتطور المنطقة للسكان ثم نفاجأ بوزارة الإسكان تقول أن المنطقة غير آمنة للمعيشة فيها طب المنطقة غير آمنة للمعيشة ده بانه الهرم عندنا يعني غير آمنة إزاي الحاجة الثانية التضارب يعني إزاي أنت بتقول في منطقة غير آمنة وعايز تعمل فيها فنادق إزاي بتقول في بعض الأماكن فيها أسار وعايز تعمل أماكن إزاي أنت عايز تطلع الناس من بيوتها وعلشان تجيب مستثمر يبني فنادق يعني أنت لو هتطلع حتى قرار من المنفع العامة أنت هتطلع من المنفع عامة إزاي لفنده طيب أستاذ صبري يعني هذه أزمة جديدة قديمة الحديث عن أن الدولة يجب أن تتخذ قرارات معينة لصالح المنفع العامة ولكنها لا تدير حوارا مجتمعيا ولا تتيح قرارات شفافة بالنسبة للعامة الذين من المفترض أن ينتفعوا بهذا التغيير يعني ما رأيك؟ سمحي لي أقول لحضرتك أنه اللي قاله على الجانب الآخر ضيفك الكريم هو اللي كله مغلطة لسبب بسيط لأنه الدولة لن تبني فنادق في هذه المنطقة البيوت 80% الكلام ده متوسق على سنة الوزراء طيب أستاذ محيط دعنا ندرك لهم المجال ليجيب وسأترك لك المجال لتعلق على كل ما يقال تفضل 80% من بيوت نزلة السمان بالفعل غير أمنة ليست المنطقة غير أمنة أنا أتكلم على البيوت القديمة والمتهلكة المنطقة دي على فكرة عبارة عن 254 فدان بيقتنها حوالي 45 ألف مواطن ومواطنة تم نقل مجموعة من السكان إلى الإسكان البديل في حدايق أكتوبر ولم يعترض من نقلوا إلى المساكن الجديدة بالعكس هم سعداء وفقا لكلامهم بالمنطقة الجديدة باللاندسكيب اللي فيها بالحضائق بالمستوى الصحي اللائق بالوسع بتاع الوحدات السكانية بدليل أنهم استلموا وعايشين هناك هي مجموعة أليلة كانت تدير هذه المنطقة بحكم الترابط العائلي والعائلات الكبيرة اللي في المنطقة ولهم مصالح ليس سهل أبداً يتنزلوا عنها والدولة أعتقد أنها تقدر هذا طيب أستاذ صبري كان سؤالي لك أنه هل أدارت الدولة حواراً مجتمعياً مع أهالي نزلة السمان أنت كنت جزء وشاركت في المخطط من بدايته هل أقمتم حواراً مجتمعياً؟ وبعد ذلك سنخوض في بقية التفاصيل تفضل الحوار المجتمعي قائم بدليل أن الأستاذ محي يقول أنه هم التقوا بأربعة وزراء وكل وزير بيقولهم حاجة مختلفة آه طبعاً كل وزير بيقول ما يخص وزارته يعني التطوير بس مباشر يتعارض يا فاندم بعد إذن حضرت التطوير التطوير بتقوم عليه مجموعة من الوزارات في تجانس وليس تعارض الوزارة السياحة لها شغل ووزارة الدولة للأصار لها شغل وزارة التنمية المحلية اللي هي تبحها محافظة الجيزة لها شغل وزارة النقل اللي هتعمل طرق مؤدية إلى المنطقة وخرجة من المنطقة لها شغل فكل الوزارات كل وزارة لها خطتها اللي تحطت على الطاولة وتم مناقشتها مرة واثنين وثلاثة الحوار المجتمعي اللي بتقولي عليه حضرتك قائم بدليل أنا بقول له هذه الدليل بسيط أن من قبلوا النقل سعداء بما تم معهم وأنهم سعداء بالمكان الجديد وبالتالي هذا الحوار المجتمعي اللي حضرتك بتقولي ولكن الحوار المجتمعي نعم سيد زبري الحوار المجتمعي يكون قبل اتخاذ مثل هذه هكذا قرارات يعني قبل تغيير أماكن سكن الناس وشكل حياتهم ولكن ليس بعد ما نقلوا هذا ما أقصده بالحوار المجتمعي هو حضرتك متصورة أن كل ما الحكومة أو دولة أو قيادة سياسية في الدولة ما عايزة تاخد قرار لازم الأول تستأذن وترجع فيه وتسأل الناس تاخد قرار اللي ما خدش ما هو كل واحد لديه مصلحة في استمرار الأوضاع الخاطئة مستمت في الحفاظ على مصلحه في الأوضاع الخاطئة أي قرار تأخذه الدولة لتطوير مكان أو تطوير منطقة أو تطوير مدينة أو تطوير حي لابد أن يراعي في متخذ القرار كل الأبعاد سواء الأبعاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأبعاد النفسية حتى لقاتلين هذا المكان وأنا بقول لحضرتك أن الحوار المجتمعي قائم منذ سبع سنوات وليس من الآن هناك محاولات للرفض ومحاولات لعدم الامتسال لقرارات الدولة وهناك محاولات لعدم السماع لهذا الحوار المجتمعي الذي أقمت الحكومة عملت حوار مجتمعي وبعض الرفضين للمبدأ نفسه مبدأ الانتقال ومبدأ تطوير نزلة السمان اللي كانت بتسبب مشكلة كل السائحين القادمين من الخارج يصوروا الأشياء الخطأ التي توجد في منطقة نزلة السمان طيب أستاذ محي يعني أعلم أنك تود التعليق على مقاله أستاذ صبري أترك لك المجال ثم سأسأل تفضل هي النقطة الوحيدة اللي قالها السيدة المسشار أن الناس دي أصحاب مصالح هم فعلا أصحاب مصالح المصالح أهمها المصلحة الاجتماعية المصلحة المعنوية الناس دي عاملة زي السمك لو طلعت برة نزلة السمان هتمو الناس دي ارتباطها بنزلة السمان ارتباط عضوي ارتباط تاريخي تراثي العائلات متربطة ومتكتلة ليها طابع وليها طراز مختلف عن أي حتى في دمولية مصر العربية ما يقدرش حد يقيم ولا حد يقدر يعيشه إلا اللي موجودين فيه وده اللي ادالها طابع خل السياح يقولها من كل أنحاء العالم مكيمين فيها ومكيمين في أهلها لغاية دلوقتي نزلة السمان هي من بدعت معنى كلمة سياحة في مصر عقب افتتاح قناة السويس وفي الحفل افتتاح الخديق اسماعيل فندو من هاوس وشارع الهرم السياح جم مين نستقبلهم لوزارة السياحة للمتكش فيه وزارة السياحة يعني أنت تتحدث عن خصوصية هذه المنطقة نعم نعم أستاذ خصوصية هذه المنطقة وارتبطها بالسياح وارتبطها بالمكان حسنا منذ الثمانينات منذ صدور القرارات بمنع البناء والهدم والترميم والتنكيس تخيالي أنا بيت أهلي من 1899 يعني هيفضل هو لسه باقي ويعتبر قصر بأحد القصور التي يجب أن تسجل على قيمة اليونسكو أنا هعمل فيه إيه؟ لما ممنوع البناء والهدم والترميم والتنكيس أنا عايز أطور وأعمل مشروع التطوير مش هيكلف الدولة جنيه هيحول نزل السمان لأكبر منتجع سياحي في العالم همش هنقول زي البندقية وزي الفينيسيا وزي برشلونة الناس السياح لما تنزل مش عايز نشوف حضر بس يعني الجميع يعلم أن هناك تفاوت في مستويات معيشة أهل نزلة السمان أنت تتحدث عن ترميم قصر عائلتك لكن هناك أيضا فئات في نزلة السمان يعني تحتاج أن تعيش في أماكن أفضل نتحدث عن من يسكنون في مناطق ليست صالحة للعيش الأدمي وأنت تعلم جيدا أن هذه المناطق موجودة أتفق تماما هذه المناطق كانت موجودة هذه المناطق عبارة عن شريط ضيق لا تعدى كتره 12 متر وفعلا الامتداد تم بعد عشوائي بعد التمانينات أو بعد التسعينات بالقرارات دي واحد بنى قوضة واحد بنى عيشة واحد بنى الكلام ده كله إحنا كنا معطردين على الكلام ده كسكان اللي كان نزلت من المحافظة ومن وزارة الإسكان والسياحة والأثار وقالوا عايزين نعمل شارع في المكان ده ومنطقة سن العجوز دي قديمة وتحت الجبل وشكلها ووحش والكلام ده كله إحنا تفهمنا والناس استويابت الكلام ده وانتنعلت بالفعل فنزل السمان منقسمة لقسمين 10% كان عشوائي وده تم إزالته بالفعل حدريك لو نزلت صورت هتلاقي نزل السمان مختلفة تماما عن الصورة القبيحة اللي كانوا بي صورها هلنا اتزالت تماما اللي موجودين أهالي نزل السمان عايشين بقالهم مئات السنين فيه قصور مش أنا قصدي قصور مش تفاوت طبقي أنا قصدي إن إحنا لما بنينا البيوت زمان من مئات السنين بنينها بناء مستمر لغاية دلوقتي في بيت حدريتك سرايا بوشي الجابري عندنا في نزل السمان متوسق في اليونسكو احنا بنتكلم في حاجات المفروض أساسا تبقى مزار في حد ذاتها وده اللي احنا بنتالب بيه احنا عزين نقعد مع المسؤولين وسنقعد قرار نقنحهم بالمشروع تطويرنا اللي مش هيكلف الدولة جميع التطوير اللي بستهات المستشار بيقول عليه غادره هو مش عالي ما قلش يعنيه تطوير هل انت أني نوع من التطوير نعم وصلت فكرتك أستاذ صبري أنت تحدثت ذكرت في بداية حديثك أن 80% من المساكن أو المباني في نزلة السمان هي غير قابلة أو غير مهيئة للعيش الأدمي أو غير لائقة يعني هل قمتم برصد المباني التي يعني يحتاج سكانها بديلا عنها؟ وماذا أيضا عن المباني أو الأهالي الذين يودون استكمال حياتهم في هذه المنطقة؟ أفندم ما فيش خطط عملت إلا بعد حصر كل المنطقة بالكامل بيت بيت وشارع شارع وهو اللي بيحدث أنه الناس بنت على أراضي ويقولوا أنه دي أراضينا وأراضي أهلينا وأراضي أجدادنا وإحنا مش حنطلع بينما الناس البسطاء العاديين اللي كان عندهم بيوت غير أدمية وغير صالحة للسكنة وعايشين فيها هم السعداء بالنقل إلى مناطق أدمية محترمة وروحي حضرتك ونبذل السمان أدمية ومحترمة وأي حد تمنى أعيش فيها لو سمعت نعم نعم يعني أستاذ محي يعني أترك له مجالة من فضلك يعني تفضل أستاذ سبري أنا بقول لحضرتك أنه مفيش بيت تم تهجير أو نقل الناس إلى مكان أفضل وأرقى إلا تم حصره أولاً مفيش خطة تطوير اتعملت إلا بدراسة كافة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة لدى هذه المنطقة تحتها وادي كامل خاص بالملك خوفه لم يتم اكتشافه بعد ولما تتم إزالة البيوت اللي تحت هذا الوادي اللي فوق هذا الوادي إن شاء الله تبدأ وزارة الأثار حفائرها لكشف هذا لأنه وادي الملك خوفه ده بيكمل المنطقة من الناحية التاريخية والأثارية وخاص بالملك خوفه ده تحت البيوت نزلة السمان وبالتالي مفيش حد حيدار من النقم ولا حد حيدار من التطوير ولا حد حيلوي عنق الحقيقة لمصالح خاصة به ولا حد يملك إنه الدولة دي بتاعة المصريين كلهم نزلة السمان ملك جميع المصريين وليست ملك قاتنيها فقط وليست ملك عائلتها فقط ما هو ده دي النظر الخاطئة إنه كل واحد يتصور إنه المنطقة اللي هو قاعد فيها دي ملكه وبتاعته وهو ممنوع الدخول فيها وممنوع إنه حد يطورها وممنوع إنه حد يستغل عليها الدولة تقر بأحقية الناس في سكن أفضل من الناحية الإنسانية نعم نعم أنت تتحدث عن أحقية الناس نعم أستاذ صبري دعني أسألك وسؤالا أنت تتحدث عن أحقية الناس في سكن أفضل لكن ماذا عن الناس الذين يعيشون في ظروف جيدة ويودون استمرار العيش بهذا الشكل يا فندم يتفاهموا مع الدولة ما يعترضون وما يرفضوش ويعضوا يتفاهموا مع الدولة ويشوفوا الدولة بفكر إزاي لكن لكن الإرهاب بتاع الناس الدولة وإحنا ويجيبوا الناس يصوروا وإحنا مش هنطلع وعلى جساسنا والكلام ده ما بيش حد أقوى من الدولة لأن الدولة هي التي تحمي المواطنين والدولة بتطور من لصالح المواطنين والدولة بتطور لصالح المجتمع كله من صالح مجموعة 10-20-30 نعم أنت تحدثت عن من يودون استكمال حياتهم ومعيشاتهم في هذه المنطقة أن يتحوروا مع الدولة كيف يتحورون مع الدولة؟ يعني أنت قلت في بداية حديثك أن الدولة لا يجب أن تقيم حوار المجتمعين إذا كان الوضع خاطئ إذن كيف يمكنهم أن يتحوروا مع الدولة؟ يا فندم فيه فرق؟ يا فندم لا لا فيه فرق هو فيه فرق بين أن الدولة ليس مفروض أنها تستأذن الناس في اتخاذ قرارات لصالح الناس إلا إذا كان هناك ما يستدعي أن نقعد الرفض في حد ذاته مش مقبول أنك ترفضي وتقفي وتقولي على جسسنا وكذا مش مقبول الدولة لا تحبير محدش عمل كده محدش عمل كده طيب الفيديوهات الموجودة على وسائل التواصل إحنا بنطلب بالتطوير بنطلب بالتطوير طيب أستاذ محي أنتم تطالبون بتطوير يختلف عن التطوير الذي تريده الدولة للصالح العام الذي لا نعرفه الذي لا نعرفه ولا يعرفه أحد يعني إحنا طلبنا الموضوع يا فندم التطوير قولي حضرتك إيه هو التطوير هتعمل إيه بالزبط هتعمل الشارع ولا هتعمل مدى ولا هتعمل حديقة أنت عود يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل كلام محدد حالك مش اطلعت على المخطط ما تقولي حضرتك إيه هو المخطط أستاذ محي أنتم مشكلتكم عدم وضوح الخطط التي ستقيمها الدولة أو ستنفذها الدولة بعد هذا رقم واحد رقم اثنين إحنا طول عمرنا كليجانة شعبية كمجتمع مدني كأعضاء مجلس الشعب الشورى المحليات بين طالب يا جماعة لو سمحتوا اسمحوا أننا نطور أنا معي أوراق وقرارات ومعي جلسات للمجلس المحلي المحافظة للجهزة يعني إحنا نطور أنا مش فهم حد يقول لي إيه طيب أستاذ أستاذ صبري أشك له نعم إذا تفضل أستاذ أستاذ محي أكمل يعني إحنا أقول لحضرتك إحنا نطور يعني إنت تسمح لي نحن نقعد مع بعض نعمل لجنة مشكلة من من أهالي نزل السمان ومن الجهات المعنية بنحدد اشتراطات معينة للتطوير اشتراطات معينة في البناء والهدم والترميم والتنكيز أنت اللي تحدد من الشرطات يا فندم أنت اللي تحدد من فندم لتطوير نزل السمان بالجهود الزاتية لأن ده أولا هتوفر لها نفقات رهيبة جدا من الإزالة والهدم وبناء مساكن بديلة وتعوضات والكلام نقول الحاجة الثانية هتدبر دخل مهول لأن كل الحاجات دي هتتعمل بترخيص وهندفع رسوم الحاجة الثالثة أنها هتوفر عشرات ألاف فرص العمل إحنا هنحول نزل السمان لمنتجع سياحي الأجنبي ييجي فكرة شرع المعز فكرة خليج نعمة فكرة بحري فكرة موجودة في مصر في الجورنة في لقصر القرية النوبية هي القرية النوبية دي ايه مين اللي عملها الدولة اللي عملتها الموطنين اللي عملوها إذا أنتم تطالبون بالشفافية وأن تستمع لكم الدولة لخطط تطويركم أنتم بالزبط كده بالزبط واحنا مع التطوير نعم شكرا لك أستاذ محي خطاب هو محامي عن أهالي نزلة السمان وأيضا من أهاليها وأيضا شكرا للمستشار صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق شكرا جزيلا لكما شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة